السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشام من موقع تيك كرام واليوم فيديو على السريع نواريكم في طريقة توفير مساحة تخزينية كبيرة على أجهزتكم سواء كانت الأندرويد أو الآيفون بالنسبة للأندرويد خصصنا فيديو طبعا في القناة راح تلاقوه في أعلى الشاشة أو في وصف الفيديو بينما لو انت كنت من مستعملي للآيفون فهذا الفيديو ليك الطريقة سهلة وبسيطة ومجانية بعد ما تتعلمها راح تلاحظ ان انت مفي جدائع حتى تشتري أجهزة الآيفون الغالية الثمن واللي يجيب بمساحة تخزينية كبيرة زال 512 أو 256 جيجا بايت فممكن تلاقض حتى جهاز 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت وراح يكون أكثر من كافية لك بعد ما تتعلم الطريقة المبنية على تطبيق الجوجل فوتوز واللي سنشرحها بالتفصيل في خلال الفيديو فلو أعجبكم الفيديو ادعموني بشير لايك وسبسكرايب وأيضا تابعوني على تويتر وإنستغرام ومن غير ما أطول عليكم لنبدأ كما ذكرنا في بداية الفيديو الطريقة معتمدة على تطبيق جوجل فوتوز نمشي للأب ستور ونبهد على الجوجل فوتوز وراح يطلع لك هذا التطبيق اللي واسمه جوجل فوتوز اتنزله فتطبيق الفوتوز هو تطبيق من جوجل يوريك جميع الصور اللي موجودة عندك في جهازك وممكن بكبسة زر واحدة يرفعها كلها على السحابة او الكلاود وبعدين بعدها ممكن انت تمسحها من جهازك ولما انت تحتاجها تاخدها من الكلاود وحاوليكم الطريقة كيف نفتح التطبيق اول شي طبعا راح يقول لك انه محتاج مجموعة سماحيات فتقوله موافق بالنسبة لاشعارات ممكن تقوله موافق او لا على حسب رغبتك فحاق خليه موافقين على كل شيء ففعل الخيار هذا اللي يسمه النسخ الاحتياطي والمزامنة وبعدين يعطيك خيارين جودة عالية او جودة اصلية بالنسبة للجودة الاصلية انك انت تاخد الصور والفيديوهات بنفس جودتها اللي انت التقتها بكاميرا الجهاز وترفعها للسحابة الخاصة بجوجل ولكن في الحالة هذه يعني 15 جيجا فقط وبعد ما توصل 15 جيجا مش هيتشتغل معاك الطريقة هذه ولكن انصحك انك انت تغير على الجودة العالية فلانها تعطيك مساحة تخزين مجانية وغير محدودة المشكلة الوحيدة واللي ما شوفهاش مشلة ان الصور مش رح تكون بجودتها الكاملة فاقصى حاجة رح تكون 16 ميجابيكسل وهذا كويس جدا لان معظم اصلا الكاميرات اللي هموجودة في الايفون 16 ميجابيكسل او اقل فالصور ما عندكش فيها اي موشلة بالنسبة للفيديوهات حتى لو صورت فيديو فور كي رح يمشي او حيرتفع معاك للسحابة بدقة او 1080 مش رح تكون اكتر فحتى لو صورت فيديو فور كي رح يمشي الف وتمانين ولكن ما شوفهاش مشلة لان معظم الناس ما عندهمش اصلا شاشات فور كي فانت حتى لو صورت فيديو فور كي على ارجح رح تشوفه على شاشة فول اتصال الواي فاي بعد ما تحدد الخيارات هادم تضغط على تأكيد الان بعد ما تضغط على تأكيد التطبيق طبعا سيوريك جميع الصور الموجودة في الجهاز الخاص بك وخليني بس اوقف فخليني بس اوقف الواي فاي للتجربة فانت بزي ما شايفين يقولك بانتظار اتصال الواي فاي انت حتى لو ما تسحب تحت يقولك عندك ثلاثة وتمانين عنصر لايوا سواء كانت صور او فيديوهات ولكن مش حيرفحهم الى السحابة او الجوجل كلاود لغاية ما انت تتصل بالواي فاي اول ما انت تتصل بالواي فاي رح يقولك جاري الاحتفاظ بنسخة احتياطية الان لو انت انسيت الاعدادات هذه مفاعلتها ممكن تدخل من القائمة الرئيسية وتمشي الى الاعدادات وبعدين النسخة الاحتياطية والمزامنة وتفاعل بعد ما تتم العملية هذه وهي عملية ترفع الصور والفيديوهات الى الكلاود تضغط على هنا ويقول اخلاء بعض المساحة تضغط عليها رح يقولك انا حاليا ارفعت احداش صورة وفيديو الى الجوجل كلاود هل انت حابب تحدفهم لو انا حدفتهم رح ينحدفوا كليا من الجهاز ولكن رح تقدر توصل لهم هنا فالصورة رح تنحدف ولكن حيقول عندك الثامب نيل او الصورة المساقرة فانت حتشوفها واول ما تضغط عليها الجهاز حينزلها من الكلاود ويجيبها عندك في الجهاز فاللو انت مشيت لتطبيق او الصور اللي هنا الصور رح تلقاها امتسحت ولكن لو فتحت تطبيق الصور جوجل رح تلاقي ان الصورة ما زالت موجودة عندك في الجهاز ولكن بين نسخة مساغرة فقط واول ما تضغط عليها رح ينزلها الجهاز في المرة الاولى فقط طبعا وبعدين المرات التانية حيكون مخزن عندك كاش في الجهاز فبالطريقة هذه تقدر انت تحدف جميع الصور او الفيديوهات اللي واخدها حجم كبير من جهازك وانت لما تحتاجها تضغط عليها ضغط على واحدة والجهاز او التطبيق رح ينزلها من الانترنت ايضا الميزة تانية في هذا التطبيق انك انت لو اشتريت جهاز ايفون تاني ممكن انت باختصار تنزل تطبيق الجوجل فوتوز في الجهاز الجديد ورح تلاقي جميع الصور والفيديوهات اللي زامنتها من جهازك القديم فكان هذا الفيديو سريع وبسيط عن تطبيق الجوجل فوتوز اللي اتمنى يكون عجبكم ولو عجبكم ادعموني بشير لايك وسبسكرايب وايضا يتابعوني على تويتر وانستغرام وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبكم في الله اشتركوا في القناة